طيب الله تكلاف الشيخ عاصم يشأل الصفات اللي هي تكون ملازمة دائما للشخص المتفائلة والشخص اللي عنده نظرة إيجابية كيف يعيش حياته كيف مثلا كلامه يكون كيف يعني يتعامل مع الناس ابن القيم رحمه الله يقول إذا كانت يعني الأمور حالكة وقاتمة يعني يأشنا منها جلسنا مع ابن تيمية ففرج الله عنا بذلك كنا نجلس مع ابن تيمية نرى الإيجابية كذا الصحابة رضوان الله عليهم ما يأتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام إلا يشع فيهم هذه الإيجابية وهذا التفاؤل وحسن الظن بالله عز وجل يخيك فيك قول الله تعالى فما ظنكم برب العالمين الله أكبر أي شيء يجري عليك في الدنيا تذكر دائما فما ظنكم برب العالمين عندك حادث في السيارة عندك خسارة في التجارة عندك مشكلة صحية ما ظنك بالله عز وجل ظن به الحسن فأي وقت الإنسان تصيبه مصيبة يوكلها على ربه يؤمن بقضائه وقدره يسلم زمام أموره وحياته إلى من بيده مخاليد الأمور النبي عليه الصلاة والسلام كان عجيما في التفاؤل في غزوة خندق والقلوب بلغت الحناجر من الخوف والناس كلهم يعني يقول المنافقون أحدنا لا يأمن أن يذهب ليقضي حاجته يبغي يروح الحمام ما يقدر خوفا من الأحزاب الذين تجمعوا ومع ذلك الرسول يضرب الصخرة بالمعول ويشع ذلك الضوء فيقول الله أكبر أوتيت مفاتيح الشام إني لأبصر القصر الأحمر من قصر الروم